أستاذ عاشر يعني ده ده ملخة وفيهم طبعا عملكة مصرح أستاذ جلال الشرقاوي أستاذ زميح هيوب طبعا بتسمع ده بتغضب وتنفعل ولا تقول يعني هذه وجهات نظر أحترمها ويمكن أن أنا أرد عليها يعني لأ وجهات نظر أحترمها طبعا يعني أستاذ جلال الشرقاوي راجل ليه باع في المصرح إحنا إلى الآن بنتعلم منه يمكن أنا عملت معا مصرحية اسمها بشويش وكانت إخراجه الكلام ده ممكن سنة 92 تقريبا وعلى 90 92 حاجة زيك ومصرحية يعني حققت رواجا كبيرا يعني بس الغريب قوي أني كنت برتجل فيها وكان مبسوط مني وأنا برتجل الأغرب اللي هي شريط اللي هي شريط فيديو موجود يعني لو حد دور على اليوتيوب هيلاقي مصرحية اسمها بشويش خراج الأستاذ جلال الشرقاوي بترتجل طبعا وكان مبسوط من ده ما قالك شيء من مصر لأنه بيلاقي دحك بيلاقي أن ما فيش لفظ خارج بيلاقي أنا عندي ثلاث حاجات ببعد عنهم تماما الدين الجنس السياسة التلاتة دول أسهل ثلاثة في الدحك إن أدحك من خلال التلاتة دول دي حاجة سهلة قوي ماشي؟ لكن لو أنا أبعد عن التلاتة وأقدر أدحك دي حاجة كويسة طبعا طبعا لأنه لألتابوهات التلاتة طبعا مدرسة المشاربين هي إخراج مين؟ أستاذ جلال الشرقاوي أستاذ جلال الشرقاوي هل تتخيل المدرسة المشاربين ما فيهاش ارتجال؟ لا والتهمت إنها بدمرت أجيالة يعني أنا طبعا أستاذ جلال الشرقاوي وأستاذ في المعهد وبيدرس المسرح يعني استحالة أقدر أقول على رأيه وأنا بحترم رأيه تماما لكن اللي أنا بقدمه مختلف على اللي هو بيقدمه أو اللي أنا قدمته معاه أو اللي أنا قدمته مع غيره اللي أنا قدمته مع غيره مصرحية مدتها ثلاث ساعات أربع ساعات كانت الفكرة إيه اللي خلى الناس يبعدوا عن المسرح ليه الناس في خلال الفتر اللي فاتت بعدوا عن المسرح لدرجة 15 سنة مفيش مصرحية بتتقدم لأن كان فيه شكل واحد ثابت إن قدرت ألعب لعبة اللعبة عبارة عن إن أنا الارتجال اللي بينجح أي مصرحية أجمعه في مصرحية مدتها ساع يعني كنا مثلا لو بتيجي تتفرج على مصرحية من المصرحية اللي إحنا بنحبها كنا أيام الفيديو بنجري الاستعراضات ونجري الدراما ونجري الحاجات دي عشان تذهب لمناطق الضحك مش كده جمع مناطق الضحك مش هتزيد عن ساع طب لو أنا عملت مصرحية كلها هدحك مدتها ساع هي دي الفكرة اللي أنا عملتها و هي دي الفكرة اللي أنا قعدت ألف بيها قبل ما أعملها في تياتر وعرضتها على أكتر من حد ومحدش تستوعبها يعني إيه أنت وناس جديدة يعني إيه كل إسبوع مصرحية يعني إيه بتعرض مصرحيتين يعني إيه تبدأ الساعة 8 وتخلص ساعة 11 والناس يروحوا بيتهم بالكتير الساعة 12 إحنا كان من أسباب المشاكل اللي قدت إلى أن الناس يبتعدوا عن المصرح ناس كنا بنخلص ساعة 3 الفجر 3 الفجر يعني لازم عائلة هي اللي تيجي تتفرك لكن شوية شباب ييجوا الوحدهم ما بيجوش آه يعني إنت كنت صعين فكرة الساعة اللي أضغط فيها الضحك الضحك بشكل كبير بالضبط طب الأسعار والأسعار نفسي الحكاية بسعر رخيص يعني إحنا لما قفلنا في 2003 تحديدا وكانت آخر مصرحية عملناها اسمها لما بابا ينام كان مع علاء ولي الدين الله يرحمه وكانت يسرى وحسن حسني والشام سليم كانت سعر التذكرة 300 جنيه أنا ما بدأت بعديها التلتمية جنيه دول قيمتهم النهاردة 1200 جنيه يعني القيمة الشرائية للفلوس النهاردة نفس التلتمية جنيه تلاقيها 1200 جنيه أنا عاملت تذكرة بمت... يعني أعلى تذكرة حاليا بمتين وخمسين جنيه أقل تذكرة بمت جنيه فبالتالي أنا بعيدا تماما لأن مكسابي الأساسي مش من الصالة مكسابي الأساسي من بيع المصرحية لمحطة تلفزيونية هي دي اللي بتغطي تكلفنا لكن لو أنا بعتمد على الصالة ما تجيبش وأستاذ مثلا جلال الشرقاوي مؤخرا عمل نفس التجربة بشباب جديد وعمل حاجة وفيها مضمون مش عارف هي معروضة حاليا ولا لا لكن آيا كان إيه نتيجتها إلا أن أستاذ جلال عنده فكر وعنده أفكار بيقدمها كل فترة وحرصه على أن هو طول الوقت يحافظ على المصرح دي حاجة محتلة بس مش الأستاذ جلال بس يعني فنانة الكبيرة سميحة أيوب أستاذ سميحة أيوب طبعا أستاذ محمد صبحي شايفها صهرات تلفزيونية يعني إحنا بنتكلم على المسمة يعني لو هي صهرات تلفزيونية زي ما قال الأستاذ صبحي بس مش عايز سميها مصرح ماشي بلاش اسمها مصرح نسميها إيه؟ بس أنت بتعمل مصرح تيجي نسميها بص يعني مثلا في الناس أما بيجوا يقتعوا تذكارة يقتعوا تذكارة إيه؟ مصرح مصرح أما بنفتح السطارة بتبقى سطارة إيه؟ مصرح أما بنقف على الخشب اسمها خشبت إيه؟ خشبت المصرح يبقى مسموش مصرح لو بتكلم في الـ هي نوعية مصرح مختلفة أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم في قاهرة عرضة في اسكندرية. انا بحب المسرح. وبحب المسرح اللي بيقدمه أستاذ صبح. بالالتزام اللي بيقدمه أستاذ صبح. الالتزام ده اتمنى انه كان يبقى عندي مش عندي. انا برضو يعني هو كنتروله على الموصلين اللي معاه غير كنترولي. انا مصاحبهم اكتر يعني. لكن قدرت اعمل معهم نتيجة. تتخيل مثلا يوم ما بنفتح الحجز للمسرح او للمش مسرح. بتتخيل مثلا بيبقى عندنا حجز المدة شهرين قدام. تتخيل الناس بيتبسطوا. حجز المدة شهرين. ما شاء الله. يعني انا يمكن كان معانا مدير مسرح. مدير مسرح. عمل يعني شارك في فرق كتير. استاذ حسن نجيب. اه. لقيته قال لي ملحوظة اول ما جيه معانا وانضملنا ما عملنا مسرح مصر. اه. لقيته بعد اول يوم عرض جاي بيقول لي ايه. ده فيه اربع كراسي تكسروا. قلت له طيط ماشي فنشوف مين هيصلح الكراسي وبتاع. قال لي لا اربع كراسي تكسروا معانا ان الناس من الدحك. تكسروا الكراسي. قدرنا نوصل للناس وقدرنا ندحكهم. طب ما دي حاجة كويس او. مسلا في حد اه يعني مسلا الاقي احمد ادم. اه احمد ادم بيقولك ده حرق للمسرح. ده بتكلم عن 65 او انا ما يعرفش نوصل للتين والتين والتساعين. فكرة حرق دي. دي اخطر حاجة تقابل اي ممثل او اي حد يبقى عنده صفة الابداع. اللي يبخل بالابداع عمره ما بياخد خطوة. لو عندك فكرة تطلعها. عندك فكرة تانية تطلعها ما تبخلش بيها. طول ما بتطلع افكار طول ما هيجيلك افكار تانية. لو انت حبست افكارك هتفضل الفكر نفسه محدود. لازم الواحد يطلع افكاري. يطلع افكاري. ما يزعلش على اي فكرة تسرق. او تتاخد. او بس هو بتكلم عن العدد الكبيئي. يعني مثلا لما تيجي تشوف عملقة الكوميديا. ما تيجي تحصل فؤاد المهندس مثلا كما صحيح. التجربة جديدة. التجربة جديدة. ما اقدرش قارنها بالتجربة التانية. يعني التجربة بالنسبة لنا لو انت عايز تقارن بمسرح زي المسرح بتاع الاستاذ فؤاد المهندس او مسرح محمد عوض او مسرح محمد نجمة او مسرح. كل المسارح دي. او حتى مسرح عادل امام. او عادل امام. كل مسرحية مدتها. طبعا. او مسرحية مدتها اربع ساعات. فيها احداث كتير. فيها استعرضات. فيها ديكورات. فيها ملابس. فيها حاجات. من المسرحات دي انا عملت 14 مصرحية وتوقف المصرح فكان لابد من فكرة جديدة فكرة جديدة ليها علاقة بالوقت وليها علاقة بالله هيتقدم للناس ولما عملتها صدق نيك حت لما نيك حت اتهجم وهنا كمان يعني يتم اتهمك بتدمير المصرح يعني مش هتوصل لكده هو فين المصرح اللي أنا هدمره المصرح كان متوقف وهل تجربتي النهاردة في المصرح اللي أنا فيه تمنع أي حد من اللي قال رأيه يعمل مصرحية تانية آه يعني هنا انت بتقول طب قدموا أنتم المصرح الحقيقي يعني اللي انت شايفين بالعكس ده أنا هبقى سعيد جدا اتمنى احنا احنا مئة مليون يا أستاذ وائل بلد مئة مليون بني آدم عندنا مصرح عندنا اتنين عندنا تلاتة أنا مبتكلمش على مصرح الحكومة مصرح الحكومة ده حالة خاصة لكن أنا بتكلم على المصرح الخاص طبعا أنا يعني ما جبتلكش في يعني هنا ربما ده ما تضمنوش كمان ده الأستاذ يوسف شعبان قال لك على أشرف عبد الباقي وفي رأيته يعودوا على القهوة أحسن ويطلقوا هذي الإفهات إنما ما يسموهاش مصر أنا عجبني أول أنا عجبني أول فيديو نفسه أول ما اتركت على الفيديو وسمعت الأراء بتاعت الناس اللي من حقهم طبعا أنهم ما ينتقلوا اللي استغربتلو بس المزيكة يعني إعداد البرنامج بيحط المزيكة دي لما بيبقى فيه قضية ناس قتلوا ناس أو العلتين اللي تخنقوا مع بعض قبل ما دخل وحرقوا البيوت فبنسمع المزيكة دي لكن ده احنا بنقول قرأنا فوجهات نظر يعني يعني فوجهات نظر طبعا أي وجهة نظر لابد أنها تحترم حتى لو تقل فيها كلمات زي دي زي المخدرات أو زي اللي مش عارف إيه أو إسفاف إيه أو إيه كل ده برضو حتى أنا بحترمه لأن هي وجهة نظر لكن أنا وجهة نظري أن أنا عامل حاجة الحمد لله نكحة وأتمنى أن الحاجة دي يبقى فيه 20 مصرح شغال بوجهات النظر المختلف أنا بس مستغرب من أحمد الفشاوي من حقه طبعا يقول رأيه بس هو عمل مصرح بلكده يعني هو كان بيجينا وهو صغير مع أستاذ فاروق الفشاوي سستهوه آه يعني بس من عائلة فنية فشافني وأنا في المصرح مع والده يعني كان فيه مصرحية كنت بعملها مع أستاذ فاروق الفشاوي اسمها أولاد راوزكينا وكان دوري ارتجال بالمناسبة أنت عايش ارتجال على طوله ما الناس يزعلانة ليه مش عايش الوحيد اشتغلت معهم ارتجال طبعا طبعا يعني يعني لعبة الارتجال دي في الدور نفسه هو ده المطلوب أنا لو خدت الكلام زي ما هو مكتوب ماشي كلام ده مثلا كان فيه مصرحات برضو من اللي عملناها يعني سعد الدين وهبة عندك المجموعة بتاعت سعد الدين وهبة دي كلها تقريبا عملناها في فرق الهواء أوكي ما نقدرش نغير كلمة ما نقدرش نغير اللفظ بنعتمد على الممثل لما يقول الكلام ده هيعمل ضحك في إطار العمل كله أنت هنا بتتعامل مع أن هنا نص مصرحي لكاتب كبير مش هينفع ما ينفعش تتعامل معاه ما ينفعش هنا وضع يختلف يعني بزب بس بالنسبة لأحمد ربما كمان لأن لقيته عمل تعليق أنه كان جاي برنامجك وقالوا له وشيلي الحلق من ودنك يعني حاجة كده فيهنا يعتبر ده تدخل في خصوصيته يعني مش أنا مش عندك لا برنامجك لا مش انت بس كان في برنامجك يعني آآ آآ يعني أنا عارف مهمش بس هو جاي الأشرف عبرائق آآ آآ لأ بس انت عارف يعني هي عشان باية اللوم يا جماعة يعني ما يقعد بالحلق هل هم اعتبروا للحلق ضد أخلاقيات الشاشة في آآ آآ لا أنا مش عارف إيه التفاصيل لكن أنا كنت متفق مع فريق الإعداد على حاجة لطيفة قوي أنا يمكن البرنامج اللي حضرتك بتذكره هو رقم عشرين ملا لسه أكلمك في ده آآ وطبعا أكيد فيه ناس هينتخدوا إن إزاي أعمل عشرين ببناء وإنت مو بحس سلم إزاي يتقدم مش مهم مش دي القضية لكن مثلا أنا كنت بتفق معهم على الحاجة لطيفة آآ وده بعمله في أي برنامج بقدمه هستضيف فيه نجوم ما تجيش تقول لي فلان مش جاي بتفق مع الإعداد من الأول ما تجيش تقول لي فلان اختلف على فلوس فمش هيجي أو فلان قال ما بحبش أشرف فمش هاجي أو فلان قال أنا موعيدي مش مظبوطة فمش هاجي تعال أقول لي مين اللي جاي أنا النهاردة داخل أقدم حلقة مين معايا النهاردة معاك فلان وفلان إيه اللي حصل في الكواليس إنت بتوترني ليه أو إنت بتزعلني من زميل ليه أو لما قابل زميل من اللي جاي قال لا أنا مش هاجي ولا اختلف في إيه ولا عمل إيه هقبله وأنا متضايق منه ليه طيب ما تقول ليش دي خالص أنا جاي زي ما هجبني هجيب الضيف اللي جاي معايا آآ يعني أنت متفق معهم كل ما يحدث مع الفنان في الكواليس ما تقوليش عليه مش بتاعي حتى لايه نعاكس على علاقة معايا طبعا النهاردة ما قابل أحمد أو ما قابل أي حد تاني ما أنا هقبله بشكل كويس ليه أبقى أنا متضايق من إن فلان مرضيش ييجي عشان اختلف على فلوس أو اختلف على إنه مش عايز يطلع أو اختلف على أي حاج أو اختلف حتى على الضيف زميل اللي هيبقى معايا في نفس الحلقة ما ممكن واحد يقول لا ما طلعش مع فلانا ما طلعش مع فلانا بتقول لنا ليه آآ ده صعب